دوبتني بخيالك قولي واشجر لك دوبتني بخيالك قولي واشجر لك سبحان الله سبحان الله أمي ماما قولي يومش حنقرت محملت شراسي لبنك الناطر في الموت النعاس مع في قاتل نفسات الصباح مشات للطباب اللغية فقط سفي طار مني النعاس لا تريد أن نمشي وكيما يأتي من الدم في الدنيا غزالة لا أعرف كيف يأتي الغيام نعم سوف نخرج سوف نخرج سوف نخرج سمانة يا عملاق لا نخرج تحسينة جديدة ما تريدها؟ ما تريدها؟ سوف نخرج سوف نخرج سوف نرى الطبيعة سوف نبدأ هذا الموضوع في قصة يوميا وربما سوف تكون سوف تدز جربتها سوف نخرج ومتابعوا معي ونبعد نقول لكم ما هو الحاجة التي أريد أن نصل لكم ونعرف على الأسلوب سوف نفسها سوف تكون السمعة سوف تكون سمعتها سوف تستعلها وزوجها 6 شهور أو تكون تزوجات و تتوقعها في العيالات مثلاً سوف تتطعها 6 شهور باركة وباركة وباركة و تعود لك لقي السالقة باركة وباركة والحب واللهفة و إلى آخر و تقول لك حياتي كانت جنة جنة و لم يكن الذي كانت بحالي و لم يكن يجعلني الوقت الذي نفكر فيه بشيء من غيره و كان هو المحور الذاتي و حياتي و اهتماماتي والذي تقوم بأي حاجة نفرحه طبعاً هذه الحلقة و نجعلها و كنت نفكر كيف سمبطيب و مينقبلي و مينقبلي و ما من ريحة و المينقبلي و لبسه و كل شيء و ارتبط به ماتن بقى و ظل ثم و موثبب ثم و غير و الحاجة و لم أبقيت عجبا و هملني و لم أبقى لم تبقى و مسوق قلبت و قالت وقتل هذه الوصائحة و الشك و لم يكن ظلث و لكن لم أعرف لا تغيير التغيير والاستراب الذي تمشي عليه لماذا؟ ما هو السبب؟ أريد أن تعرف ماذا هو السبب؟ سوى المجرب سوى الطبيب السبب أن البنت التي تزوجها تبدأ تخلي على أهم كيميات شخصيتها وهذا الأمر يحدث العدد كبير من النساء تجعل المرأة على هويتها وصحاباتها وقرأتها وربما العمل وهذه الأمور تجعلها كتبين قدم الرجل بدون شخصية لا أقصد من كلامي أن المرأة لا تهتم براجلها على العكس أنا مع الفكرة أن أقوم بجهدها وكثير من جهدها قبل أن تفرحه وتفرح رأسها ولكن لا تكوني خوية من الداخل تجعل مزاج لنفسك ديما وكوني عالمة متقفة في المجالات التي تهمك وتهمه لماذا؟ إذا لم أخذت على الأقل معلومة بصيفة يومية من كل مجالات الحياة المهمة داخلها داخلها النت أو الانترنت دخل القسم الطبخ للمشاكل الأسرية طلع على كل الأقصم أخذي أفكار معلومات على المرأة الفارغة التي توقف في واحد المستوى للأسف الكثير من النساء التي تلقي الموضة والمعلومات العلمية التي كانت قرأتها قبل زواجها بأسبوعها اللي باقع عليها من العشر سنوات لكن لأنها لم تجدتش في نفسها لم تجدتش في نفسها بقيت متوقفة توقفة في واحد النبو ما فاتوش كتكون فكتكون فارغة من الداخل وظل طيب وتقاد وما تكونش متيرة لأنها لا يمكن شئ حاجة التي تجمعها برجلها من غير الماكلة والنعاس والرجل ليس صعيب يجيب لي تشقى وتصبنه الطيب كما قلت لكم أنا كان مع أمه وهاني ولكن كوني ذات أفكار متجددة ناقشي ولو في الكورة كوني رقم صعب في حياته خليه في أي أمر يرجع لك ويعود لك ويناقشك بحيث لا يوجد وقت باش يمشي القهوة لأنه اللي غايقربك عليه قرقب عليه النعب في القهوي را عنده مراته يشارك معها قاعدك الشي اللي بغي يشاركها مع أصحابه إلا ما كنتيش ديمة أجوغ تأكدي أنه غايجي النهار اللي غاي منك زوجك لأنك هتكوني مرأة كائبة مسبسة محباطة ما عندكش الجديد وهذا الشي اللي غايب بعدك وغايب بعده هو منك أكثر ديري واحد لهدنة مع نفسك وخليها أهم حاجة في حياتك بغي راسك بزاف ولا كنتي عاجزة أنك تبغي راسك وغير مقتنعة أساسا بنفسك كيفاش بغيتي تقنعي بها راجلك هتقولي واش أنني نبغي راسي وما تكونش أنانية مني وهذا خطأ كبير لأن حب الدات ليس أنانية لأن الأناني ما كيبغيش راسه أصلا ولا كنتي مزوجة ومريتي من هالتجربة ناصيحتي لك والنفسي هي عيدي ذاتك شغلي نفسك بنفسك وما تلاحقي راجلك بالأسئلة فين غادي وماك تعطلتي وماك ساك تهضر معي خلي هو يحتاجك ويبغي يهضر معك خلي هو يجي عندك ويقلب ويكون ملهوف عليك شوفي نفسك بحب وطوري قدراتك والمهارات ديالك المرأة أختي اللي كتبغي راسها وكتعتس بيها وكتهتم بيها وكتبلك دي مراشقة لها ولكن اللي كتهمل راسها بلا ما نكمل ياكو والراجل بالفترة كميل للمرأة المرحلة وكيحس معها كيميل لها وكيحس معها بالفرحة ولكن الراجل كيتزوج باش يستمتع والمرأة كتزوج باش تستقر وهناك الاختلاف تهله في راسك إلا كنت يزاد وزنك ديري الريجيم ديري العصال قرأي وتقفي وديري أمور اللي كتفرحك سعدي راسك لراسك ومن اللي تدريش حاجة دي ما ربطيها بساعاتك لنفسك وما تنسيش وما تسنيش من شي حد يجي سعدك هو مهمة أخوتي قلت علاش الله انا كانت سارة احبيباتي الغزالة ديالي انا ما كان عرفت نجامل بزاف لان كثرة الموجاملة كنشوفها من كثرة اني فاقي انا كنبغي الفعل كتر من القول اقدر الناس اللي قرع بي اللي غادي يفهموني كان بغي نعطي القول الفعل ماشي القول وانما مزيال الانسان الشي شوية يكون فيه الصواب مهمة أخبابي اللي بغيت نقول لكم بغي وراسكم وقاع الكلام اللي قلت لكم انتمنى تكونوا فهمتوه وحتى انا مرا على الزواج ديالي تسع سانوات وحتى انا هاد الكلام اللي كنت كنهضر عليها انا كنت بحالم كنت كنسعد الناس اللي حدايا كنحاول نرضي كنحاول نقاض الخواطر كنحاول نخلي الناس كيفاش تبغيني ولكن ما فكرت لقيت هاد عشر سانوات ديال الزواج ماشي دعت مني الحمدول الله فكين واحد تمرة كين واحد السعادة هي معتمد بلدي بالله ولكن ضروري احنا بعد المرات كنلوم لراسنا كنقولوا فين انا اكثرية كنت هادر مع المرأة اللي كانت كتقراء واحدة اللي ما كتقراش ممكن تدري محاربة الامية تقرأي القرآن كين ما قلت لك تدري الاصال يعني ضروري تعمري الفراغ ديالك باش ما تقعيش حاضية هاداقيل هادادر وانايا منهم اختكم سناء كانت منهم هادادر هاداقيل ليا وكان مقال مرات في صحتي ونقدر بعض المرات نقسم الوزن ديالي غيب الفقصة دب الحمد لله اعرفت شنو باغيه في هادا الحياة وعرفت الحياة ارى محتاج اني اه فعلا محتاج اني نتهلاف راجلي نفشو ندير الحويج اللي كيبغي نتهلاف ولدي ولكن ما ننساش راسي حيث راسي ما غديمشي عند الله سبحانه وتعالى غدي يسولني ماذا اصلت في هذا الحياة اون اعطيت وخبت المرات تجقام تجوا انها تتفقائنا من القلبة تجعلنا ونضر وصع في دبعان غم تفكر راسي ايه واغه تجعطنا وانا لو كانت عندك تنقل 50 عام حذا كانت عندك قاتل وudge 60有點 عيشيا عام واحد ما نري philosophy واما احبيبي اليوم دوست نهار زوين مع ماما وخا كان اعتادر منها من هادلا فيديو قدامكم لان شحال في قاتني مسكينة وشحال رغباتني وما بغيتش نفاق قلت لها خليني غينة عسا وصراحة كنت عيانة مشكيت عليكم ولكن ما خرجتني بغيت ربي ان شاء الله يدخلها للجنة ويخلي لها صحيحتها ودعوه معها البنات بالصحة والسلامة ويبعد عليها كل سيء يا ربي ويبعد عليها شهر الخلق لان ما واحد الام عظيمة وكلكم عندكم امهات الله يخليهم لكم يحفظوا لكم ولكن كل بنت كتشوف الام دياله هي احسن واحسن وفعلا ان الام ديالي من الناس اللي كتشوف كنتي شنو خاصك ربما كنهضروش على الاشياء المادية كتشوف كنتي شنو خاصك شنو ضارك كتبغيت تشوفك فرحانة كتبغيت تشوفك سعيدة المدى الكبير فكن قول لي الله يخليك لي اللي خرجتين لهذا الهواء الطلق وشميت لهوا وقلت اخوتي علاش الله دائما نهضرو على الشغل نهضرو على التنظيم علاش ما نهضروش على هاد المواضيع اللي تجيبك القدام اللي توصلك اللي تقدر يكون هاد الفيديو هذا هو السبب اللي غادي يخليك تحاولي تقدي الأفكار اللي عندك مشتتة بحل اللي كان واقع ليه أفكار دائما مشتتة وما كنتش كان عرف قيمة راسي وما كنتش كان عرف كيفاش نهتم براسي هاد الشي لي كاينا أحبابي هنا غادي نقول لكم بسلام عليكم ما تبخلوش على سنة بالتعاليق ديالكم وباللايكات وشكرا على المشاهدة